خالد هذه الكأس الأفريقية انتقلت لها عدوى الكأس العربية وكان فيها سجلات إعلامية بلطوات تتحدث عن أمور خارجة عن عالم كرة القدم ولعل من يلعب دور البطولة بين قوسين هو معلق رياضي كان زميل لك في بينسبور ولا تستقيم حلقنا تحدث فيها عن كأس الأمم الأفريقية دون أن نعرج على ما يقول بكل صراحة عملت في البنفسجية تعلم أنها قاناة عالمية ولكن للأسف اليوم هذا المعلق حولها لقناة محلية بعن تريات لا تموت للتعليق الرياضي أو الوصف الرياضي بصلة وهناك سخط من الشارع المغربي سواء عن عبارات تافهة تفوه بها بحق المغاربة أو حتى على مستوى التويتات التي من هنا وهناك حتى الإعلام المصري يعلق يعني اليوم أصبح مصدر نشاز ربما في بينسبور ولم يبقى للتعليق على المباريات الرياضي لوظائف قد نقول بأنه يلعب فيها دور البوق كيف تعلق وهو كان زميل لك في الماضي؟ طبع أنا تحدثت عن هذا الموضوع في كثير من المرات وديهم على الأسف تتكرر حينما تصبح هذه العملية مكررة يصبح فيها سؤنية قد يخطع الإنسان في التقدير أحيانا في التعبير ولكن حينما تتكرر العبارات تتكرر الهجوم على جهة معينة يصبح الأمر مفضوح وتطرح عددت علامات استفهام من وراء كل هذه الحملات أعتقد أنا لخص الموضوع بكلمة واحدة إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة أعتقد اليوم يجب الإنسان أن يعود إلى العقل إلى الحكمة إلى التعقل إلى الروح التي جبنا عليها خالد حديث أبو تريكا حديث حاتم طرابلسي حديث هشام الخلصي حديث عدد من المذيعين من مقدم البرامج من المحللين عن الروح الرياضية عن الأخوة عن القومية العربية عن 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 إلى آخره عن كرة القدم التي تجمع ولا تفرق هل يمكن اعتبارها رسالة من إدارة بيينسبور للملمة الأوراق التي بعثرها حفي الدراجي؟ ربما يكون أكثر من تلك الرسالة أكثر لأنه يبدو أن هناك تحقيقا في الموضوع على مستوى قسم الجرائم الإلكترونية للتأكد من صحة هذه التغييرات أتمنى بالطبع أن نصل إلى وقف نهائي لمثل هذه التصرفات لأنه لا تاريخ بالإنسان أولاً قبل أن يكون شكراً لك خالد ياسين في نهاية المطاف هي إساءة مجانية كنا في غناعها